ولكن أن يقال وأن يتداول مثل هذا الكلام وأن نحن على وشك سنة 2020 هذا أمر خاطير وخاطير جداً. ما معانتها هذه؟ معانتها أن نقلل من عقل الجزائريين نرى أن ننمسه بعقول الجزائريين. هذا كلام مغرض. هذا كلام من سموم. الهدف منه هو زرع البلبلة وزرع الفتنة وتشكيك في مؤسسة الدولة كما تفضلتم بسيد الرئيس إن الدستور يحمي قداسة المنزل وبالتالي مهما كانت ضباط شلطة القضايا سوى تعلق الأمر بالأمن الوطني أو بالضرق الوطني أو بالمسائل العسكرية للأمن. لا يحق لهم أبداً وباتاتاً أن يقوموا بالتفتيش المساكن والمحلات الخاصة بدون الإذن المسبق والمكتوب يمنحه من قبل وكل جمهورية ترجمة نانسي قنقر